اصدقاء الاعزاء اهلا بكم في دردشة فنية ازمة كبيرة بين اتنين من عمالقة الغناء العربي من افضل المطربين الموجودين على الثاحة الفنان الكبير على الحجار والفنان الكبير متحت صالح بسبب مشروع 100 سنة غنى وسألت الاعلامية مفيدة شيحة الفنان الكبير على الحجار في مداخلة هاتفية عن علاقته بالفنان متحت صالح وقالت هل فيه احتمالية او زعل بين الصحاب وهيرجع يصطفه تاني ولا ايه على الحجار رده قال هو موضوع له كذا شق الشق الاولاني اولا متحت صالح بالنسبالي فنان كبير وانا بحبه وله اغاني كتير انا بحب اسمعها ولكن فكرة 100 سنة غنى كانت فكرتي من الاساس كانت فكرتي من الاساس وهو عارف ومتحت صالح بيطلح في برامج كتير وبيقول علي الحجار استازي لدرجة ان مدام مونة الشازلي قالتلي تحب تعمل حلقة مع متحت صالح واجب كنت ريتين مع بعض قلتلها اه طبعا وطلعنا وقال قدام كل الناس وقعد يتكلم اربع دقايق ان علي الحجار استازي وكنت بقعد ورا الصور علشان اتعلم منه واسمعه متحت عارف ان ده مشروعي وعلى فكرة متحت صالح فنان اخلاق جدا ومحترم جدا محمد الباز من كم يوم عرض فيديو لمتحت صالح وهو بيقول اساد زيتي في اغاني التترات هو الاستاذ علي الحجار والاستاذ محمد الحلو يقول اساد زيتي ربنا اديهم الصحة وطلط العمر ويمد في عمرهم وانا هبعث لهم بوس على الخد ده وبوس على الخد ده للاستاذ علي الحجار والاستاذ محمد الحلو ده بصراحة كلام متحت صالح المهمة علي الحجار قال ان متحت عارف ان ده مشروعي وسمع كل اللقاءات وعارف ان الدراسة اللي انا عملها دي اسمها ميت سنة غنى متحت صالح بقى سمها الاسدزة وده مشروعي لان لي يا صحاب جابوا فيديوهات قديمة لي من سنين طويلة يعني فيها فيديو ان الدكتورة هلا سرحان بتسألني هتغنى المين من المطربين هتغنى العمر دياب مثلا قلت لها لا انا ماشي مع الملحنين وفي لقاء صحفي مع متحت صالح سألوه هتغنى المين اللي انا ماشي مع الملحنين يعني نفس الجملة بالضبط كوب بست ونفس المشروع هو هو بس زود عليه شوية بهارات كده فالمشروع الرئيسي على الاغاني الملحنين ازاي يعني مثلا ما اغنيش اغنية لعبد الحليم حافظ او اغني الاغنية لنجاة او اغني اغنية لمحرم فؤاد لا ده انا اغني للملحن تكريما له يعني مثلا اغني اغنية للموجي اغني مثلا اغنيت جبار لعبد الحليم اوعد تكون بتحب يا قلب لمحرم فؤاد ليه يا قلب ليه لفايز احمد المهم ان الاغنية تكون من الحان الموجي ولما يجي يغني الاغنية يحط صورة الموجي هيغني مثلا غنوة لكمال الطويل فممكن يجيبه اغنيت بتلمون إله لعبد الحليم اغنيت في يوم من الايام اغنيت بان علي حبه غريبة ومنسية المهم تكون من الحان كمال الطويل وهكذا يعني ولسه متحة صالح عامل حفلة قريب ومغني لمطربين كتير ومغني لملحنين كتير منهم اغنية شوفت بعين محدش قال لي لمحرم فؤاد بس الاغنية من الحان مين مونير مراد فمتحة صالح وهو بيغني اغنية شوفت بعين محدش قال لي جايبين صورة مونير مراد ان هو صاحب اللحن ان انا بغني مش لمحرم لا بغني لمونير مراد وده كويس عشان الناس تعرف مين هم صناع الاغنة دي احنا كشعب عارفين المطرب اللي بيغني لكن مش عارفين مين اللي صنع الغنوة فعشان كده بيجيبوا صورة الملحن ووجه التشابه ما بينهم انهم بيغنوا للملحنين وعلى الحجار قال ما هم المطربين بيغنوا للملحنين لان المؤلف والملحن هم صناع الاغنية اما المطرب فهو يا اما مؤدي كويس يا اما مغني كويس يا اما مطرب يطرب الناس ويعرف ياخد الكلمة او اللحن ويوظفهم بشكل حلو فالمزيعة بتسأله اكيد تجاوزت الغضب لما كلمت وزيرة الثقافة وان شاء الله هتبتدي المشروع في التمكين قال لها ايوة لما الدولة تهتم وتعرف انه مشروع مهم بيؤرخ تاريخ الغناء من اول القرن التسعتاشر لغاية بليخ حمدي فده مشروع مش سهل فالمزيعة بتقوله يعني انت عايز تعمل مشروع للدولة فيها تراث كبير جدا لازم نحافظ عليه وكلنا نتكاتف ونقول ان ده شغل مصر وبتقوله كمان ياريت يكون فيه صلح بينك وبين الفنان متحد صالح اي حد منكم يبادر بالصلح ارد وقال هو احنا مش اتنين عيال بنتخانق في الشارع ويصلحون على بعض النظام مش كده النظام ان فيه تجاوز اكتر من كده فتخيالي انك بتعمل لنفسك ارسال الدكتوراه بقالك سنين تعبن فيها وبعدين واحد تاني يروح واخد نفس الرسالة بتاعتك ويسمي نفسه الدكتور فلان وانت لا وانت اساسا اللي تعبت في الموضوع المزيعة قالت له ممكن اقول حاجة علشان انا اعرف الطرفين اعرف حضرتك واعرف الاستاذ متحد صالح وانا متأكدة انكم محتاجين ان انتم الاثنين تصطلحوا لوحدكم خالص في الاول وتحط النقط على الحروف لان فيه حاجة غلط فيه حاجة كده مش مظبوطة فيه حاجة انتم الاثنين المفروض تحلوها على اساس ان متحد صالح غنى في الحفل وغنى اغاني لملحنين فعلى الحجار هنا رده قال ايه قال لها متحد صالح طول عمره من اول محترف وهو بيغني ستة اغاني نفسه والباقي لمغنين تانين وملحنين تانين فدي مش حاجة جديدة واللي عمله في الحفلة انا سمعت اجزاء منه سمعت اجزاء من حفلته هي هي اللي بيعملها دايما فانا ما عنديش مشكلة في دي ولكن انا نفسي يطلع متحد صالح يقول ان المشروع ده مشروع على الحجار ولكن المشكلة ان عمر ما سمعت متحد صالح قال كده ايه الصمت الغريب ده فالمزيعة قالت له ايه اللي يرضيك علشان تتصالح مع الاستاذ متحد على الحجار قال لها يعني حد راح واخد فكرتك ومشروعك اللي انت عايش بقالك سنين علشان تحققيه راح واخده زي ما هو كده وعمله وبعدين تقعود معاه وتقوليله معلش يا حبيبي شكرا لا مفيش حاجة اسمها كده الموضوع اكبر بكتير قالت له طيب ايه اللي يرضيك يا استاذ علي قال اللي حصل مبارح من الوزيرة يقدرني ان مشروعي بيتحقق واعرف حققه بالشكل اللي الناس تفهم ان ده مشروع وان ده تراص لما قبل كده اتكلمت في حوار وطني قلت الفنان المصري اللي بيقرخ حضارة مصر دي الرسالة وده هدفي انا مش عايز اخد فلوس من حفلات والافراح والكلام ده خالص انا عند هدفي ده اهم كتير جدا وده مش كلام ولا اشعارات ده وانا سن 22 سنة كنت باختار ربعيات صلاح جهين اللي لحانها الشيخ سيد مكاوي علشان اغنيها وبليخ حمدي كان اعمل لي عقد احتكار 3 سنين ان انا ما اغنيش لحد غيره لك لما شافني ان انا مصمم ان اغني ربعيات دي الراجل شجعني ولما شاف كده احترم ده وهو اللي انتاج لعلى حسابه فالمزيع بتقوله معلش احد فيكم يبادر قال طب ما يبادر هو قالت له معلش انتك كبير قال لها برضو ما ميت حد صالح قال ان علي الحجار استاذي يبقى مين اللي يروح لمين روح يا اخي الاستاذة وبادر انت معاه قالت له ماشي بس انتو الاتنين قال لها ما تقوليش انتو وهو انا الكبير انا عندي 3000 اغنية وعامل 120 مسلسل مفيش حد عامل لانا عملته مع احترام التاريخ متحة صالح ده مش غرور مني بس انعرف حجم كويس طبعا علي الحجار فنان كبير مفيش كلام لو هتكرني علي الحجار بمتحة صالح اللي اتنين عملقة واللي اتنين مطربين عتولة لكن طبعا علي الحجار اللي له الرصيد الاكبر وعلى الحجار الافضل ده حاجة محدش انكرها ولكن ما ينفعش ان انت تتكلم على زميلك بنبرة التعالي دي انتو اتنين كبار يعني علي الحجار ومتحة صالح اسام كبيرة ما هماش حسن شكوش وحاموا بيك لا انتو عتولة حتى محمد الباز وكل الاعلاميين مستقين جدا من الموضوع ده وعايزين يصلحوا الاتنين مع بعض لان الاتنين قامات ضيف عليهم كمان محمد الحلو محمد صروت هاني شاكر الخمسة دول قامات لازم نعيد التراث المصري لازم المشروع ده يتم ولكن من غير ما علي الحجار يتكلم على متحة صالح ولا متحة صالح يتكلم على على الحجار عشان نحافظ على تراثنا لازم نتكاتف لازم الاجال اللي طالع جديد تعرف التراث ده وتعرف صناع الاغنية ان احنا لنا تراث كبير لازم نحافظ عليه بس في نفس الوقت لازم علي الحجار ومتحة صالح يصفوا الخلاف مع بعض ويكون اسلوبهم احسن من كده انتو قامات تمثلوا الفن المصري انتو مش مطرمين مهرجانات لا انتو تاريخ ترجمة نانسي قنقر